أحمد رفعت كل الناس دي أول مرة تبقى موجودة في المنتخب الأول يعني أحمد ياسين مميز رغم أنه أخطأ بعض الأخطاء بس ده طبيعي يعني تالت مشاركة تقريباً ليه مع منتخب مصر أو رابع مشاركة يعني في البطولة دي أول مرة يمثل المنتخب في البطولة زي دي يعني فيه عدد كبير مروان ضاود عايز أكلم بتحديد على مروان حمدي لعب منتخب ده الوطني ولعب زماية كالمعار السموحة لأن دي أمور مهمة جداً طب قبل ما أعلق على مروان حمدي خلينا بس هتكلم على المنتخب طبعاً بس أعايز أروح دلوقتي الافتتاح مهم جداً في مقر النادي الأهلي في الشيخ زايد لمجمع الصلاة وأنا قبل ما أدخل الهواء عاد أتفرج على لقطات للصلاة دي حاجة تفرح وحاجة أكثر من رائعة وزا ما حرقكم شايفين كده دلوقتي قدامنا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بيوصل في هذه اللحظات لمقر النادي الأهلي بالشيخ زايده مع أعضاء مجلس الإدارة المهندس خالد مرتاجي كمان الأستاذ طريق أنديل كابتن حسام غالي محمد صراج الدين وضح الحماس الكبير جداً ما يعاطف موجودة حماس كبير جداً وضح على المجلس الجديد للنادي الأهلي في بداية لحجبة جديدة المجلس جديد تم انتخابه من أسبوعين فقط والناس دي بصراحة يعني على غرار الدورة اللي فاتت أو الأربع سنين اللي فاتوا بيعفوا بوعودهم وبيهزروش واخدين كل البرامج اللي كانوا حطينها أمام أعضاء الجميع الأممية في النادي الأهلي واخدينها بشكل جدي جداً شو مجرد أن أنا أقول وعد وربنا يسهل أصل الظروف أصل الإمكانيات أصل مش عارفه لا إمكانيات متوفرة الظروف حتى لو صعبة بنشوف كورونا وبنشوف حاجات كتير جداً مرة عليها النادي الأهلي ومجلس الإدارة الحالي المعظم وكان موجود في المجلس السابق ومع ذلك بيقدروا أن هم يحققوا كل الوعود اللي هم وعدوا بها وكل فترة بنلاقي مفاجأة جديدة بصراحة من خلالهم فمجمع الصلاة بصراحة ده أمر مهم جداً وهذه لحظات الافتتاح لمجمع الصلاة في حضور أعضاء مجلس إدارة يعني مثلاً أستاذ إبراهيم القفراوي ده كان موجود في المجلس اللي فات ومع ذلك هو ده النادي الأهلي يا جماعة مع ذلك الراجل موجود النهاردة في افتتاع مش بقى زعلان أو مأموس أصل هما ما خدونيش في الانتخابات أو ما خدونيش في المجلس لا هو ده النادي الأهلي الصورة دي تعكس أدي إيه أدي إيه الروح الجميلة ما بين كل من ينتمي للنادي الأهلي مش الشرط أنه يكون قاعد على الكرسي لا أنا بأخدم النادي الأهلي حتى لو من خارج مجلس الإدارة فلقطات ممتازة واضح أن حفل الفتاح مميز جداً جداً شيء جيد بالنسبة لأعضاء النادي الأهلي بالتحديد اللي بيتنوب على مقر النادي الأهلي بالشيخ زايد مجمع الصلاة يعني ده مكون من صالة خاصة أو مبنى خاصة بالجنباز مبنى كمان لإسكواش وتنس الطاولة ومبنى القراتيفة حاجة أكثر من رائعة وحاجة تدعو الفخر بكل تأكيد وفي الحقيقة دايماً المجلس أنا مش عايز أتكلم عن مجلس كتير عشان الناس ممكن تكون بتاخد الموضوع ده بشكل مختلف لكن أن أنت بتمشي في مختلف أو على جميع الأصعيدة داخل القلعة الحمراء سواء فيما يتعلق بالجانب الرياضي نشاط الرياضي فريل الأول لقرة القدم الجانب الاجتماعي تشتغل عليه بشكل مميز جداً الجانب الانشائي زي ما حضراتكم شايفين وإحنا شايفين ماشيين بشكل ممتاز مش بس مقر الأهلي في الجزيرة في الشيخ زايد وفي مدية نصر قريب جداً كمان في التجمع في حاجة طبعاً يشكروا عليها وده واجبهم في الحقيقة ده مجمع الصلاة وده أو دي صالة القراتي أو مبنى الخاص بالقراتي يعني أفطار أطفال وشباب النادي الأهلي أمام مجلس الإدارة بعض العروض بخصوص هذا الافتتاح لمجمع الصلاة وحاجة بصراحة جيدة جداً ولسه كمان في مفاجآت كتير إن شاء الله بإذن الله قريباً طبقاً لجدول زمني موضوع من مجلس الإدارة بالتنصيق مع المستشار الهندسي طبعاً الأستاذ سامح علي كامل أو المهندس سامح علي كامل وكل حاجة بتتنفذ وكل حاجة بتحصل وكله خدمة لأعضاء النادي الأهلي اللي يستحقوا أكثر من ذلك بكثير جداً جداً فهو ده النادي الأهلي وهي دي آخر الأخبار والتطورات اللي بتتعلق بالجوانب الإنشائية وكمان الجوانب الرياضية وحنفضل متواصلين مع حضراتكم على مدار الحلقة بخصوص هذا الافتتاح لمجمع الصلاة المختلفة في مقر الأهلي بالشيخ زايد الأهلي بالشيخ زايد من كم سنة بس كان لسه المكان فوضي شوية دلوقتي اللي يروح يلاقي خدمات كتير قوي قوي لأعضاء النادي الأهلي فده أمر جيد وحاجة تفرح وحاجة بتخليل واحد فخور دايماً بانتماؤه للنادي الأهلي مش بس انت بتشجع الأهلي بقى في أي لعبة في كرة القدم في أي لعبة بتفرح بالفز وكلام من ده لا انت كمان بتفخر دي إنشاءات النادي الأهلي بكل الخدمات اللي بيقدمها الأهلي لأعضاءه وده أمر مميز جداً الشكل كويس الشكل الصلاة الشكل الهندسي بتاع الصلاة حاجة حلوة يعني مثلا الصلاة اللي قدامنا دي وضح الرسمة اللي عليها سكواش اللي على شمال الشاشة دي أو على شمال الصلاة دي وضح نها صالة سكواش ومعها كمان تنس طاولة بالمناسبة الصلاة دي يعني هي فيها ملاعب سكواش وترابيزات تنس طاولة على غرار طبعاً مقر النادي الأهلي في نديت ناصر وفي الجزيرة فيه برضو تنس طاولة وأكيد حيكون فيه في التجمع لخدمة أعضاء الأهلي في كل مكان وده أمر مهم جداً 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 ده فيما يتعلق بالافتتاح وحضور مجلس الإدارة بالكامل وزي ما قلت حالكم أهم لفتة بالنسبة لي هو أن بعض أعضاء مجلس الإدارة السابق متواجد مع مجلس الإدارة الحالي بيكملوا الشغل اللي هم ابتدوه بشكل جيد جداً بمنتهى الودة والاحترام والرقي ولما تيجي تتكلم عن الرقي دايماً هتلاقيه جوه النادي الأهلي بدون مبالغة في الحقيقة فدي حاجة كويسة وحاجة احنا متعودين عليها دايماً داخل النادي الأهلي طيب خليني كمان أقول لحضراتكم أن اللقطات دي هي اللقطات حالية بشكل مباشر أكيد برضو هيكون متواجد أعضاء مجلس الإدارة في الصلاة الأخرى سواء مبنى الجنباز أو مبنى السكواش وتنس الطاولة من خلال لقطات عفوا من خلال لقطات هتكون معنا بعد شوية فدي حاجة مهمة وأكيد بنتمحها ومناسة عديها بشكل كبير طيب خلينا نروح لفاصل بعد الفاصل نرجع نكمل هذا الحدث ونتكلم عنه بتفاصيل كتير وهيكون معنا بعض اللقاءات وهيكون معنا كمان مرسلينة من خلال مقار النادي الأهلي في الشيخ زايد عشان يقولولنا كل الجديد وكل الكواليس الخاصة بهذا الافتتاع هروح لفاصل سريع ونرجع نكمل